تعال بقى نروح على الفيجول ستوديو نبدأ نشوف ازاي هنضيف الكلاسز دي او الدومين مودلز دي هرجع تاني على الفيجول ستوديو اول حاجة هروح على التابل اللي اسمه مودلز وهقول له هنا اد بعد كده نيو ايتم ومن الابديتس الظريفة قوي اللي اضافت جوه الفيجول ستوديو هي ان احنا نقدر نضيف اكتر من فايل في خطوة واحدة مش لازم نضيفهم على اكتر من خطوة فانا هاجي هنا هقول له محتاج كلاس اسمه game.cs خلي بالك انك لازم تضيف الاكستنشن بعد كده كومة وهضيف اسم التابل الثاني اللي هو category.cs بعد كده هضيف كومة علشان هضيف التابل الثالث اللي هو هيكون الdevice.cs والتابل الرابع والاخير اللي احنا محتاجينه اللي هو game device.cs وبالتالي دلوقتي لو ضغطت add هتلاحظ انه ضف لي اربع كلاسز مرة واحدة بدون ما اضطر اضيفهم على اربع مراحل. تعال دلوقتي نبتدي نضيفهم واحد واحد ونشوف بالزبط ايه هي البروبرتز اللي احنا محتاجينها جوه كل تابل من التابلز دي. هروح الاول على الجيم باعتباره التابل الاساسي. وهاجي هنا هقول له اول بروبرتي انا محتاجها هي انتجر هيكون اسمها id. وبالتالي زي ما احنا عارفين فالانتتي فريمورك هتفهم ان ده هو البرائماري كي بتاع التابل وهتخلي كمان auto incremented لان اسمه id. حتى برضو لو كان اسمه game اللي هو اسم الكلاس وبعاديها id فبردو كانت هتفهم نفس النقطة. البروبرتي التانية اللي احنا محتاجين نضيفها هيكون نوع string. سميها name. وهاجي هنا احدد للكولوم ده maximum length باستخدام ال data annotations. طبعا تقدر برضو تستخدم الفلونت ابي اي ولكن بما اننا هنا بنستهدف اكتر الناس اللي نسة بتتعلم فاستخدام ال data annotations بالنسبة لهم هيكون اسهل. فهقول له هنا الماكس length بتاعي هيكون 200 وخمسين. وعلشان الورنينج اللي طالع هنا ممكن assign initial value زي ما هو اقترح كده هقول له string. empty. بعد كده البروبرتي اللي بعدها هتكون ال description فممكن ااخد ده copy واجي هنا اقول له description. لكن طبعا ال description هيكون كبير شوية فممكن نخليه مثلا 2500. وهي البروبرتي اللي بعدها برضو هيكون نوعها string. وبردو هتكون required فهقول له هنا cover لكن هخليه فقط 500. وهنا في نقطة بسيطة حابب افكرك بيها هي نقطة ان بداية من ال dotnet 6. ال string بيكون required by default. مش محتاج تكتب فوقي required. وبعد كده بما اني محتاج اربط نفسي مع ال table اللي اسمه categories. فمحتاج هنا اني اضيف foreign key. وده اقدر اوصل له عن طريق اني هضيف هنا property الاول من نفس نوع ال table التاني اللي هي بنسميها navigation property. هقول له هنا ان النوع هو category. وهسميها برضو category. وهنا ممكن برضو علشان ال warning هقول له هت equal default. وبعدين هضيف هنا ال foreign key نفسه. لازم يكون طبعا من نفس نوع ال primary key اللي موجود جوه. ال category table. وهسميه category ID. وبالتالي طالما اسمه category ID. وال Navigation property اسمها category. فال entity framework برضو هتفهم مباشرة بدون ما تقول له اني في هنا foreign key. هو هيفهم مباشرة اني category ID ده مبارا عن foreign key. بعد كده بما انينا قلنا اني هيكون في relation mini to mini. ما بين التابل ده والتيبل اللي اسمه devices. فبالتالي وبناء على الدوكومنتيشن بتاعت مايكروسوفت. فيفضل اني هجي هنا اضيف property تانية. هيكون نوعها اي collection. اوف التابل اللي هو الوسيط. اللي هو الجيم device. سميها هنا devices. ممكن ناخدها من هنا كده. بعد كده هجي هنا هعمل لها initialization ب list. فضية. من نفس طبعا النوع اللي هو الجيم device ده. وبالتالي ده كده كان شكل اول entity. او اول تابل يعني هيكون موجود معنا جوه ال data base. طيب. التابل التاني هو تابل الكاتجريز. لو فاكر الدياجرام اللي احنا كنا رسمينه. اللي هو ده. فهتلاحز اني كان عنده two properties اللي هما ال id وال name. وال two properties دولة typical كانوا موجودين معنا جوه الجيمز. وموجودين جوه ال devices. وبالتالي احنا كده بنستخدمهم اكتر من مرة. فبدل ما اخد الجزء ده من هنا كده copy. واجه اضيفه جوه الكاتجري. الشكل ده. وبعد كده برضو اكون محتاج اضيفه جوه ال device. فيفضل هنا طبعا اني استخدم ميزة من المزايا الجميلة جدا اللي موجودة جوه ال object oriented programming. وهي ال inheritance. فبالتالي كل اللي انا محتاجه. هاجي هنا برضو جوه المودلز. هقوله add new item. ممكن اسميه base entity. هعمل add للكلاس ده. وهيه الكلاس ده هو اللي هيكون موجود جوه للمشتركين ما بين التابلز اللي عندي. طبعا ده سواء كانت كل التابلز او حتى لو مجموعة منها فكده هيكون افضل. وبالتالي اقدر ارجع تاني على الكاتجري. هقوله اني الكلاس ده هي انهرت من ال base entity. فالمفروض دلوقتي هنا يزهر warning صح كده لاني دول بقوا مكررين. ولو عملت نفس الجزئية دي مع الجيم هنا كده برضو اقدر دلوقتي اني امسح ال id وال name. اعتقد كده طبعا انت مختنع للدنيا. افضل لكن محتاج برضو ارجع على الكاتجري. وعلشان برضو انفذ اللي بيكون موجود دايما في الدوكومنتيشن بتاعة مايكروسوفت في جزئية relation ال one to mini. فهنا زي ما هو واضح جوه الجيم عندها كاتجري. فبرضو هروح على الكاتجري المفروض يكون عندها مجموعة من الجيمز. فهقوله هنا برضو property تانية. نوعها i collection of game. سميها games. ونفس الكلام هعمل لها initialization بالاستفادية من نفس النوع اللي هو الجيم. بالشكل ده. ودلوقتي طبعا اقدر امسح ال data annotation دي من هنا تماما. بعد كده هروح على ال device اللي هو ال table اللي اسمه device. هقوله برضو انه هينهرت من ال base entity. ولكن هيكون عنده هنا property زيادة. اللي هي هتكون ال icon. فهقوله string icon. وبرضو هقوله string dot empty. وباستخدام ال data annotation برضو هقوله هنا اني max length هيكون 50. وهنا برضو انا افضل اني اعمل نفس اللي عملناه في الفيديو اللي فات. هاخد ال using دي لاننا استخدمناها اكتر من مرة. وهروح على ال global using. هاجي هنا. اقول له global وهضيفها. وبالتاني لو رجعت هنا مرة تانية هتلاحز ال error ده هيختفي بعض اللحظات. بالزبط كده. ولو رحت على ال game اقدر برضو اني امسحها. اقول له هنا remove. وفي الكاتجري اصلا ما كانتش موجودة. كده اول تلاتة tables جاهزين. ال table الاخير اللي انا اضيفه هو ال table اللي هيكون رابط ال table بتاع games والdevices ببعض. هاجي هنا منتهى البساطة. زي ما اتفقنا هيكون موجود جواه two columns. واحد اللي هو game id واحد device id. والاتنين مع بعض هيكونه primary key بتاعي اللي هو هيكون composite. هاجي هنا اقول له property. نوعها integer. اللي هو نفس نوع primary key بتاع التابل اللي اسمه game. سميها game id. بعد كده هضيف navigation property. نوعها game واسمها game. بعدين هنا برضو هقول له default. ونفس الكلام هياخد دي من هنا كده copy. ولكن المرة دي مع ال device. برضو هنا هقول له device وهنا هقول له device id. دي. لكن هنا هنستخدم اللي علشان نعرفه ان التابل ده هيكون عنده composite primary key مكون من game id والdevice id. فهروح على ال application دي بي context. وهاجي في الجزء ده هعمل override على الميثود اللي اسمها on model creating. فهقول له هنا override. وبعدين هختار الميثود اللي اسمها on model creating اللي هي دي. وهاجي هنا هضيف ال configuration اللي انا محتاجه. هقول له model builder dot entity. وهختار هنا ال entity اللي انا محتاج اضيف لها النوع ده من primary keys. فهقول له هنا game device. وبعدين هاجي هنا هقول له dot has key. وهقول له e goes to new anonymous object. e dot game id. و e dot device id. وبالتالي هو هيفهم كده ان ال two columns دولت مع بعض هما ال key الخاص بال table ده. طبعا كل النقطة المتعلقة بال entity framework سواء النقطة دي او اي نقطة تانية شرحناها بالتفصيل وبامثلة كتير جدا في البلايليست الخاصة بال entity framework اللي موجودة على القناة. فلو انت حادي بتعرف معلومات زيادة عن النقطة دي ممكن طبعا ترجع لها. بعد كده هاجي هنا هقول له اني محتاج اضيف property نوعها db set لكل domain model موجود عندي. فقول له هنا property db set of game. سميها games. بعد كده ممكن نعمل لها duplication باستخدام control d. هقول له هنا category. سميها برضو categories. وهنا بالشكل ده. بعد كده game devices. كده. وبالتالي دلوقتي لو عملت save all وروحت على package manager console. طبعا لو هو مش موجود عندك هنا. فهتروح على tools. وهتختار option ده. فهيفتحه عندك. هاجي هنا هقول له add dash migration. وبعدين هقول له initial create. وهضغط على enter. فهتلاحز ده شكل الميجراشن اللي بضافت عندي. عندي table اسمه categories. ده ال id بتاعه هو primary key. وعندي ال name. بعد كده عندي table اللي اسمه device. والtable اللي اسمه games. والtable الاخير اللي هو game devices. هتلاحز هنا ان ال primary key بتاعنا زي ما احنا بالزبط حددناه. وهنا في ال down هتلاحز طبعا عكس اللي موجود في ال up.